أيام أو ساعات وتطرح مسودة قانون الانتخابات الجديد أمام الطبقة السياسية خطوة فاصلة ترها الأحزاب المراهنة على ضرورة توسيع دائرة النقاش أمامها لإثراء المسودة قبل نزولها على غرفتي البرلمانة بيد أن لجنة الخبراء الموكل لها إعداد المسودة لم تفصل بعد في أجندة عملها بخصوص التقرير النهائية الذي سيعتمده كمشروع قانونها بش تكون على الأقل نوع من ثيقة ومصداقية لازم الأحزاب السياسية تعطي رأيها هناك عدد من الأحزاب المتواجدة داخل البرلمان وتكون لها الفرصة ربما أما الأحزاب اللي كانت قاطعة الانتخابات في السابق ولا إلا الأحزاب الجديدة لأنشئت في الأشهر الأخيرة من حقها كذلك تقول رأيها شيء مهم أنه كل الأحزاب السياسية تقول رأيها في هذا القانون قبل ما يصدق عليه البرلمان وأمام ثقلي وتعدد أوجه الملفات التي تنتظر الرئيس تبون ضمن أجندته السياسية ترافع تشكيلة سياسية من أجل إقرار تعديل عميق يمس جوهر اللعبة السياسية ولن يتأتى هذا حسبها دون فتح باب النقاش أمامها خاصة بالنسبة للأحزاب التي تفتقد إلى قوة تمثيل بغرفتي البرلمانة كان قانون عضوي الانتخابات تجاوزه الزمان لأنه اليوم بيصدد إلى دستور جديد نصاً وروحاً يجب أن يتكيف مع هذه المنطلق الجديد من أجل فتح فرصة مع تكافؤ الفرص الجميع وفق قانون فعلاً يساهم من خلال مقاربات على الأستاذة من خلال رأي الأستاذة من خلال رأيكم وهو الأهم كذلك ثغرة وما أخذ عدة على النظام الانتخابي طالما شكلت محور انتقادات من طرف الطبقة السياسية التي يعد قانون الانتخابات أكبر محفز أو منفر بالنسبة لها مقابل هذا يبرز تفاؤل بإمكانية الذهاب نحو تجسيد فعلي للإرادة الشعبية انطلاقاً من أهم التشريعات الضابطة للأمر